الثاني ويصحح الأوضاع تقدم مستحق للنادي الأهلي رأيك في مجمع المباراة يعني مباراة جيدة طبعاً خصوصاً في الشهد الثاني بعد التغيرات اللي اتعاملت قدت نوع من الحيوية للعيبة وبقى فيه ضغط أكتر على طريق المحل اللي كان لازم يتعامل زي أول عشر دقيق التغيرات أصمرت عن طبعاً تحركات أسرع شوية ابتدى يغير كمان في الطريقة شال في الآخر البقريت ولعب بتلاتة وراء وعمل ضغط هجومي بس برضو الرتم يتحسن شوية بس كان لازم يبقى أكتر من كده أسرع من كده برضو ما شفناش تصوبات كتيرة من بره زي ما احنا قلنا نتيجة للتكتل إنما في الآخر طبعاً يعني النتيجة حققنا النتيجة الكويسة التلاتة بونت أعتقد أن حسن يعني في بداياته مع الفريق ولسه برضو ما حطش إيده على العناصر أو التوليفة اللي هي كان يبدأ يعني أنا كنت متخنى كان هيبدأ زي ما بدأ الشوط التاني هيبدأ من بداية المباراة حتى عارف طبعاً ظروف اللعيبة وكنت بتقول فيه ممكن بعض اللعيبة فيها عندها نزل برد أو إصابات أو كده إنما أعتقده حط إيده على اللعيبة المناسبة في الشوط التاني كمان عنده كان عنده مرونة تكتكية أنه غير الأداء وغير مراكز اللعيبة وغير من الطريقة كانت فيه تحسن في الأداء الشوط التاني والنادي الآلي قدر يحرز الهدف التاني من ضربة جزاء طبعاً مستحقة ومبروك من الدلال